بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هدي لكم خلاصة الشابطر الخاص بالتكلفة في إدارة المشاريع التكلفة أو الكوست ناس كتيرة جدا بتبدأ تتكلم عن إن في معادلات في الكورس بتاع إدارة المشاريع وتعريفات وقالة حسبة وحاجات زي كده ده كله موجود فيه الشابطر الخاص بالتكلفة أو الكوست النهاردة إن شاء الله أنا هلخص لك الشابطر ده تلخيص نهائي بإذن الله أول حاجة عايزينك تركز معانا فيها دلوقتي إن انت تعرف أربع مصطلحات أو أربع تعريفات رئيسية هنستخدمهم رقم واحد حاجة بنسميها الإي في طبعا إي في حرف الإي كابتل والفي كابتل دي اختصارة لكلمة إيرند فاليو إيرند فاليو بيسموها بالعربي القيمة المكتسبة تمام؟ يبقى أنت عندك أول حاجة عايزين نعرفها الإي في إيرند فاليو أو القيمة المكتسبة لازم تحفظ تعريفها كويس جدا عشان تبقى عارف إن إحنا بنستخدمها في إيه؟ القيمة المكتسبة هي عبارة عن القيمة المكتسبة من تنفيذ أعمال فعلية عند نقطة زمنية محددة هي عبارة عن القيمة المكتسبة من تنفيذ أعمال فعلية يعني اللي أنا هكسبه من أنا إيه؟ أنفذ عمل بالفعل عند أهم حاجة عندي دي نقطة زمنية محددة لأن إحنا دلوقتي هنبدأ نشوف الكوست مع الإسكادول مع الزمن مع الجدول الزمني فبالتالي مهم جدا نكتب عند قيمة زمنية أو عند نقطة زمنية محددة نقطة زمنية محددة دي مهمة جدا يبقى أول تعريف يصحى معايا باش مهندس عشان الكلام كله مرتبط ببعضه رقم واحد هنعرف الإيرند فاليو القيمة المكتسبة هي القيمة المكتسبة من تنفيذ أعمال فعلية عند نقطة زمنية محددة إثبت على كده طيب رقم اتنين رقم اتنين هناخد رقم اتنين تمام حاجة بنسميها خدنا الإي في هنشيل الإي ونحط بي بي في بي في بدل إيرند القيمة المكتسبة هناخد بلاند 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 فاليو يعني بالعربي القيمة المخطط لها ده معنى ايه؟ يعني قيمة الأعمال المخطط تنفيذها عند نقطة زمنية محددة هناخد زي التعريف ده قيمة الأعمال المخطط يبقى ده بلاند المخطط تنفيذها عنده وتحط برضو هنا هو نقطة زمنية محددة يبقى انت عندك الإي في والبي في احفظ معايا وركز إي في وبي في ممتاز جدا طيب التعريف اللي بعد يا دكتور هناخد رقم ثلاثة الإي سي إي سي معناها أكشوال كوست أكشوال كوست اللي هو التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها بيسموها الأكشوال كوست طيب التعريف الرابع تمام التعريف الرابع اللي هو مين؟ رقم أربعة اللي هو البي اي سي أو بيسموها البودجت بودجت أد كومبليشن بودجت أد امتى كومبليشن دي بيسموها الميزانية عند الاكتمال يعني لما يكتمل المشروع هي الميزانية المخصصة لإجمال المشروع يبقى دا هي تعريفها ايه؟ هي عبارة عن الميزانية الميزانية عند الاكتمال عند الاكتمال طيب وده معناه ايه؟ ان الحتة دي معناه ايه؟ الميزانية المخصصة لإجمال المشروع الميزانية المخصصة لإجمال المشروع تاني تعال كده نلخص اهو شايف انت الورقة في عندك أربع حاجات أربع حاجات مهمين جدا نبدأ نتعامل معاهم ايه هما الاربع حاجات دول؟ اول حاجة الـ EV earned value تاني حاجة الـ PV blend value رقم تلاتة actual cost رقم اربعة الـ back اللي هي الـ budget at completion احفظ معايا احفظ معايا لان خلاص هما الاربع حاجات دول خلصنا كده معادلات بعد كده يبقى انت عندك الـ earned value القيمة المكتسبة من تنفيذ الأعمال الفعلية عنده نقطة زمنية محددة طب الـ blend هي القيمة المخطط تنفيذها عنده نقطة زمنية محددة وبعد كده الـ actual value اللي هي القيمة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها والـ back اللي هي الـ budget at completion يعني الميزانية عند انتهاء المشروع خلاص عرفنا دول؟ خلاص تمام زي الفل دول أربع تعريفات تعال بقى ناخد منهم من جوة الأربع تعريفات دول كل الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها في الكوست لو انت لو انت طرحت الـ EV الـ EV معناها ايه؟ يلا بسرعة earned value ناقص الـ BV BV معناها ايه؟ blend value يطلع لك الـ SV كل شوية كنت بقول لك عند فترة زمنية محددة ده معناه ان احنا بنترح هنا ايه؟ فترات عشان نعرف احنا ماشيين مع الجدول الزمني ولا لأ فده بيسموها SV ده معناها schedule schedule variance يعني التغير في الجدول الزمني ده مقياس اداء الجدول الزمني وهو عبارة عن الفرق بين القيمة المكتسبة والقيمة المخطط لها يبقى دي المكتسبة ودي مين المخطط لها؟ يبقى لو سألتك ايه تعريف schedule variance الـ SV هتقول لي هو عبارة عن الـ SV ليها كام؟ أكبر من السفر وتساوي سفر وأقل من السفر لأن الحالات دي اللي هيجي عليها لأسئلة الامتحان تمام؟ لو أكبر من السفر بنسميها ahead of schedule يعني أنت متقدم من عن الجدول الزمني متقدم تمام؟ عن عن الجدول الزمني يبقى أنت لو الـ SV أكبر من السفر انت متقدم عن الجدول الزمني بيسموها ahead of schedule ahead of schedule طب لو بتساوي سفر يعني الـ PV بتساوي الـ EV دي بيسموها مع الجدول الزمني بيسموها on schedule يعني مع الجدول الزمني طب لو أقل من السفر يبقى أنت متأخر عن الجدول الزمني بيسموها behind schedule يبقى أنت ليك ثلاث حلات يلا نذكر مع بعض احنا عملنا ايه؟ كل اللي عملناه اهو تاني كل اللي عملناه جبنا معادلة اسمها الـ SV الـ schedule variance طرحنا الـ EV الـ earned value طلع عندي قيمة القيمة دي اما تطلع موجب اما تطلع سفر اما تطلع سالب ده بيعتمد على قيمة الـ EV وقيمة الـ PV فأنت لو طرحت الـ 2 دول وطلع موجب يبقى أنت متقدم عن الجدول الزمني موجب يعني أكبر من سفر طب طلع سفر يبقى مع الجدول الزمني طب طلع أقل من السفر بالسالب يبقى أنت متأخر عن الجدول الزمني وده هو اللي بيسموه الـ schedule variance يبقى أنت خدت النص الأول خدت النص الأول اللي هو الـ SV كلام سهل وبسيط جدا تعال ناخد النص الثاني اللي هو الـ cost variance هنا هيدي لك الـ CV اللي هو بيسموه الـ cost variance يبقى أنت ركز معايا في SV وCV عشان ما نطولش في الكلام SV بالنسبة للـ schedule variance اللي هو بالنسبة للجدول الزمني وCV cost variance اللي هو الفرق في التكلفة طبعا ده برضو إشارة موجب وسالب هيطلع عندك ثلاث حالات يا إما موجب يا إما سفر يا إما سالب فتعال نحط هنا قادي السي في وعند الثلاث حالات أكبر من السفر وتساوي سفر وأقل من السفر أكبر من السفر دي هنسميها أكبر من السفر يبقى أنت أكبر من السفر يبقى أنت إيه كسبان كسبان إزاي بنسميها إيه دي بنسميها Under budget ليه Under budget أكبر لو الإرند المكتسبة أكتر من المخطط ليها وبالتالي أنت طلعت بالموجب يبقى أنت كسبان لأن ده cost variance أنت كسبان تمام لأن أنت ما صرفتش اللي أنت كنت مخطط تصرفه فأنت وفرت فكده أنت بيسموك Under budget طب والله لو أنت الإرند ويه actual طلع الطرح بتاعهم يساوي سفر ده معناهم إيه يعني أنت ظبيطها بالظبط كده اللي تم اكتسابه الإرند بالي والقيمة المكتسبة ويه cost الفعلي لما جيت طرحتهم طلعوا قد بقى طلع الفرق بينهم بسفر ده بيسموه On budget On budget يبقى أنا ماشي حسب الميزانية مع الميزانية بالظبط مع الميزانية طب لو لقيتوا أقل من السفر ده المشكلة أنت هنا كده يا معلم خسران أنت كده إيه خسران بيسموها Over budget يعني أنت صرفت أكتر من اللي أنت مخطط له يبقى أنت دلوقتي نرجع تاني بسرعة عشان الناس ده ملخص سريع ليه cost cost فيه عندك الـ EV Earned Value و الـ BV بيبقى كسبان لو سفر يبقى أنت On budget مع الميزانية لو بالسالب يعني أقل من السفر تبقى أنت كده خسران يا معلم فيه ناس ما بتحبش تشتغل بموضوع الموجب والسالب والطرح ففيه طريقة تانية نسميها cost performance index و schedule performance index يعني أخذ حاجة بيسموها مقياس تمام كفاءة الجدول الزمني اللي إحنا هنسميها SBI schedule schedule performance performance index schedule حرف الـ S performance B index حرف الـ I ده بيسموه مقياس كفاءة الجدول الزمني ده ببساطة شديدة ده ببساطة شديدة SBI لو أنا مش عايز أطرح يبقى هاخد الـ EV الـ Earned Value و أقسمها على مين الـ BV planned value طيب لو أنا أسمت لو أنا أسمت هيطلع برضو الـ S B I لثلاث تأسيمات تمام هنا بقى هيبقى يا إما أكبر من الواحد يا إما بساوي واحد يا إما أقل من الواحد مهم جداً الكلام ده لأن ده قسمة قسمة و ليس الطرح لو كان أكبر من الواحد زي ما قلنا أنت متقدم متقدم عن الجدول الزمني يبقى تمام اللي هو بنسميه ahead of schedule متقدم لو بيساوي واحد يبقى أنت on schedule يعني مع الجدول الزمني طيب لو أقل من الواحد دي بنسميها behind schedule behind يعني متأخر متأخر عن الجدول الزمني يبقى أنت فيها عندك ثلاث حالات لو أنت حابب تشتغل بالقسمة بيسموه مقياس كفاءة الجدول الزمني تعال عندك فيه زي ما احنا خدنا SBI هناخد مقياس كفاءة ها التكلفة الموضوع بسيط جداً مقياس كفاءة التكلفة مقياس كفاءة التكلفة ده اسمه ايه بالانجليزي؟ اسمه كوست برفورمانس انديكس اللي احنا هنرموز له بالرمز سي بي اي سي بي اي كوست برفورمانس انديكس ممتاز تمام طيب الكوست برفورمانس انديكس ده بيساوي ايه؟ خلاص السي بي اي عارفين عبارة عن الاي في مقسومة على البي في غلط البي في دي في مين؟ في الاسكادول اما في الكوست الاكشوال كوست برافو عليك ايوة كده صاحي بما ان هي قسمة هتبقى اكبر من الواحد او تساوي الواحد او اقل من الواحد يبقى انت عندك السي بي اي ليها ثلاث حالات اكبر من الواحد وتساوي الواحد واقل من الواحد خلاص كده؟ طيب اكبر من الواحد اكبر من الواحد كوست يبقى انت كسبان ليه؟ لان انت under budget طيب لو بتساوي واحد يبقى مع الميزانية لو بتساوي واحد مع الميزانية on budget طيب لو اقل من الواحد over budget over budget خسراني يا معلم يبقى انا نخصت فيه الفيديو ده حاجة مهمة جدا شابتر مهمة جدا المعادلات كلها اللي بتيجي فيه امتحان البي ام بي في شابتر الكوست تاني بسرعة اللي احنا قلناه في كل الفيديو هنقوله بسرعة اليرنت فاليو القيمة المكتسبة البي في البلاند فاليو القيمة المخطط لها الاكشوال فاليو او الاكشوال كوست اللي هي التكلفة الفعلية للأعمال اللي تم تنفيذها وفيه الbudget ad completion اللي هي ميزانية عند الاكتمال لو احنا خدنا ال اي في طرحنا منها البي في هيطلع الاس في الاس في بما ان ده طرحي هيطلع مرة اكبر من السفر ومرة يساوي سفر ومرة اقل من السفر طيب مرة يبقى متقدم عن الجدول الزمني مع الجدول الزمني متأخر عن الجدول الزمني طيب السي في الكوست باريانز عبارة عن ال اي في ناقص ال اي سي وده بيساوي اما مرة سفر او اكبر من السفر او اقل من السفر لو كان اكبر من السفر يبقى under budget يعني كسبان بيساوي سفر يبقى مع الميزانية اقل من السفر يبقى over budget يبقى خسران في ناس ما بتحبش موضوع الطرح فهي بيشتغلها بالانديكس من قياس الانديكس فعندي اتنين انديكس واحد اسمه اس بي اي واحد اسمه سي بي اي اس اس كاديول بيرفورمانس انديكس والتاني كوست بيرفورمانس انديكس واحد بيساوي ال اي في على البي في ويه الكوست بيساوي ال اي في على الاكشوال كوست خلاص لو هو اكبر من السفر يبقى انا متقدم عن الجدول الزمني اكبر من الواحد لو بيساوي الواحد يبقى انا مع الجدول الزمني اقل من الواحد متأخر عن الجدول الزمني في الكوست لو اكبر من الواحد كسبان تمام يساوي الواحد مع الميزانية ولا كسبان ولا خسران تمام لو اقل من الواحد يبقى خسران وشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بإدارة المشاريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته